أول يوم في رمضان دعت أمي خالتي وعمتي لمشاركتنا مائدة الإفطار في رمضان كنت أشعر بارتخاء في أطرافي وجفاف في حلقي وبدأ لليوم طويلا جدا أدخل المطبخ وأخرج لعلي أفوز بقليل من الماء أو الخبز اليابس غير أن أمي تقول لي في كل مرة لم يبقى الكثير يا حبيبي حضرت جدتي كأس الشربات من الماء وماء الزهر وقليلا من القرفة وشرائحها من الليمون والسكر وحين أفطر أحمد قالت زغردنا أيتها النسوة لقد صار حفيدي اليوم رجلا أما أنا فقد كنت أرمي يدي يمينا ويسارا أتدوق من كل الأطباق إلى أن قال لي أبي الطعام كثير كل بيمينك ومما يليك وبهدوء ترجمة نانسي قنقر